موسيقى تعب شديد لكن الله وفقناه والله الحمد لله بزوجة صالحة أنا اسمي بشرة وهذا زوجي أسامة إحنا أسرى يمنية عايشين في مصر لاقيين بسبب الحرب أتينا بسبب ظروف قاسية الحمد لله وعايشين لما يصلح الله البلاد والعباد ما كنت متخيل أنه يكون فيه خطوبة أصلا ما كنتش متوقع نهائيا هو جاني للشغل وفتحني الموضوع كان زي شوفت لما يفتتح عليك مطر شديد يعني وأنت تحت المطر مش عارف إيش اللي حصل معك فأنا بقوله بالصريح أنه لا ما فيش خطوبة وبعدين هو كان رايح مسافر قلت له خلص السفر وارجع لي لا 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 أنا أتذكر أنه في يوم كان يوم منطر شديد فقيت لها للعمل عشان أكلمها تخيل من شدة المطر كله ونحنا نتكلم يمكن عشر دقائق رب ساعة وهي مثل العجمة كذا وأنا أكلمها وبالأخير لم أحصل على رد وتأخذ ظهرها وتمشي فانقهرت على طول اتحركت على طول لبيتها ودقيت الباب فاتفاقعت في هذا كل يوم أيه هو كان مصر هو كان مصر وكان شاريني شاريني كيف أخطب وأتزوج من هذه الأسرة الطيبة لما قلت له ما نشي يتزوجنا قالوا طيب بنا نسأل بنا عمل قالوا طيب طيب خذوا راحتكم معي هذه الدبلة هذه نلبس الدبلة إذا طلعوا ساما مش تمام ارقموا الدبلة هذه وخلاصوا كأنكم ما تعرفونها فأقنعتهم بهذه الحكاية والحمد لله توفق فأنا تفاجأت هو خلص مع أهل اللقاء ورجع للمستشفى بغيضا ياه بزي اللي يقولي أنا عملتها غصبا عنك أنا حاخذك كذا أنا حاخذك مش عارفة يعني أحيان بيطلع لإني نصيبه ورب يسهل له الموضوع قهست نفسي في يمكن ثلاث أيام أو أربع أيام حصل إنه أخي رفض إنه ليش السرعة هذه رحت اشتريت الدبل وكذا وخلاص خطبتها جلسنا مخطوبين من فترة حوالي ما يقارب ثمانيات يعني يمكن سبعة شهر ستة شهر ثمانية أشهر بالضبط ثمانية أشهر خلت له نشتعقد كنت أنا مسافر خارج البلاد هو كان الاتفاق إنه يكون معي في جميع مراسم العرس بس مثل الظروف أو الحاجة المالية لأنه الذهاب والإياب مش سهل جدا الظروف كمان وضع البلاد والحروب والكذا والانتقاد من المحافظة لمحافظة مكانش سهل أنا أصلا كنت عايش في عدن وكان هذه الأيام بسبب المناطقية وغيره إنه أسافر إلى صنعة وأرجع إلى عدن وبعد من عدن أرجع إلى تعز صعوبة الطريق والنقاط العسكرية ومدري إيش فلما شرحت لهالوضع أولا لأ أصلا قد قلت لي لا والله همدري إيش همدري إيش كيف قيله من فين قيله هالي الآن كلمني قال مش حقدر أجيب مش حقدر أجيب إلى اليمن حخلي عمل توكيل أو توكيل عشان العقد فأنا كنت رافضة إلا تيجي إنت ولا مش حتزوج فقلت له خلص اللي حيجي يعقد علي ولا من تزوج فيه ما ليش داوة من كان يكون قلت لي أبي أبي اللي حيعقد أبي ضحكت ولحد الآن كل ما لقت والدي يحفظ الله قالت له أنا كنت أهدد ابنك دائماً إذا ما قشوا بالزواج اللي بيجي العقد وكيل عنه عاولت أنتظر لين ما يوصل يوم عيد الحب عشان يكون عيد زواج عد عقدنا يكون العقد في أيام 14 فبراير يوم الزفاف قبلها بعشرة أيام أو أسبوع فاقعتها إننا جاي للزفاف فتفاقعت إننا أجي أحضر الزفاف وأخذها معي ومسافر إلى مصر أنا طبعاً ممرضة أخذ دبلوم تمريض وفي نفس الوقت أخذ بكاتريوس لغات من جامعة صنعة لكن كنت بحب التمريض يعني بعيش فيه بكل اللحظات بحس إنه أقرب شخص للمريض هو الممرض فكنت بحب التمريض كثير بدأت طبعاً في وضعه في المستشفى الكويت كان تقريباً 80% أجانب كلهم أجانب فأنا كنت الوحيدة اليمنية في قسم الرقود فكنت متشبثة يعني حابة الشغل أكثر حابة أثبت الممرض اليمني ممكن يقدم إيش والممرض مش معناه يجس في العيادة يفتح إلا أنا قادر أقدم حاجة أنا محامي باحث قانوني ناشط في مقال حقوق الإنسان أخرج كلية الحقوق الشريعة والقانون أخرجت من الكلية وكنت محامي تحت التدريب ضروري أن أتدرب ثلاث سنوات فكانت ثلاث سنوات هذه من أصعب المراحل المرت فيها كانت أسمي نفسي مش محامي تحت التدريب محامي تحت التعذيب بسبب الذي أعمل لديهم أعمل بدون مقابل عشان أحصل على المعلومة والخبرة والمهارة انتقلت من قسم لقسم انتقلت من ممرضة إلى رئيسة قسم بدأت من 2003-2004 كممرضة ما زلت كنت أدرس الجامعة مستشفى الكويت يعتبر ممكن بيتي الأول زي بيتي لأنه بجلس فيه تقريباً أكثر من عشر ساعات فيه بعدها قلت ضروري أن أطمح وأكون حاجة بعد التدريب قمت بتأسيس مؤسسة مها مؤسسة العدالة للمحامة والاستشارات والتدريب برفقة زملائي الله يحفظهم فرقتنا الحرب يا أسف إنه الحرب إنه فرقتنا كنت مستمتعة بشغلي أخذ كل وقتي حياتي الاجتماعية محدودة بس مرتاحة جداً عملت علاقات مع جميع الفئات في المستشفى كنت أعرف كل الصغيرة الكبيرة تحولت إلى إدارة التمريض كنت مدير التمريض مسكت التمريض علاقتي مع الزملاء كويسة كنت أعتبر نفسي أم أخت كبيرة كنت أزعل على مستشفى الكويت بالذات أزعل إذا حصل في حاجة أو حصل في نقص أزعل على الكادر أو المريض إذا في خطأ بعدها ما شاء الله بدأت المؤسسة تشتغل وتنتق لكن للأسف الحرب دمرت كل شيء كانت المؤسسة في منطقة اشتباكات تخيل إنه حتى لم يخلوا لي مكتب واحد أو ورقة بسبب إنه دمر كل ما ما في هذه المؤسسة أنا لما تركت المستشفى تركت على وضع كان كل الكادر الأجنبي ترك زملاء اللي كانوا معايا وقفوا معايا مئة في المئة كنت أنا مديرات التمريض ثمانين في أمن الكادر ترك المستشفى في يوم ولحظة الأقسم كلها مليانة بالرقود العمليات مليانة مرضى فاشتغلت أنا معاهم مستمر دعيت كل الكادر المتمكن إنه يجيني ينقذني في اللحظة يعني كل زملائي ما حدش خيب يعني ما حدش خيب ضني الكل وقف معايا للحظة هذي طبعا علاقتي فيهم كويسة ماشتش أي حد تذكرني باللي كان لأنه لما أعمل مقارنة باللي كان واللي بيحصل أنا كنت يعني أنا عمري ما نمت من غير ما أبكي في ذيك الأيام لأنه أول ما تستقلت من إدارة التمريض كان كل التمريض بيتصلي يوميا عن المشاكل اللي كانت بتحصل وأنا كنت كل ما يحكوله كنت أبكي أبكي أزعل على اللي بنيناه كيف يتدمر بيوم ولحظة لأنه مش قادرين أو ما عملنا خطة إنه ما عملت خطة للحاجة اللي ممكن تحصل فحاولت بقدر إنه كان أسحب نفسي لأنه مش قادر أعيش باللحظة اللي كانت هناك ومش قادر أسمع اللي كان يحصل فيه وأبكي على اليوم والله مستشوكوين لأنه كان يقدم شريح يعني خدمة جميلة جداً لشريحة كبيرة من الناس الفقراء هذا هو الدخل المحدود والله لما أقينا إلى مصر كانت قرار كان صعب كان عملها في صنعاء وأنا عملي بين تعز وعدن في المناطق المحررة يعني فبسبب عملي أنا محامي وناشط حقوقي وصعب إننا نتنقل بين القضايا بين المحافظات وكذا قلت لي إيش رايك نخرج من خارج البلاد نشوف حالنا نشوف هدف آخر بسبب أوضاع الحرب العيشة أصبحت هنا صعبة ما فيش عمال ما فيش رواتب طبعاً أول ما جيت هنا كنت عروسة مستمتعة بكل اللحظات خروج دخول متعة كملنا شهر شهرين حسيت أنه الوضع مش مستقر بالذات لما قدمت لجوء أول ما قدمت لجوء شفت معانا معانا الطوابير أماكن اللي تروحها عشان تأخذ المساعدة وإحنا كيمانيين ما بيأخذوش المساعدة زي اللاجئين الآخرين إحنا نعتبر لاجئين مؤقتين يعني بالنسبة لأول ما قلت مصر بشرة أنا عانيت معانا كنت في حالة نفسية شديدة كيف أقنع زوجتي أنها تعيش معي في هذه الظروف فكنت في حالة نفسية صعبة بديت أهيئ لها القول أقول لها لا تقلقيش أنا هنا الأب الأم الزوج الأخ جاء شخص غير من حياتي غير الهواء الأكل حتى المخد اللي بنام عليها الأكل الشوارع كان عندي يعني ما قدرت ما قدرت أتأقلم نهائيا في البداية كنت دائما عملت عليه طبعا ضغط إنه عايزة أروح أشياء أروح بأي طريقة أشياء أروح أنا قلت له شهر التسعة لو ما جاء ضروري أروح كنت أبكي وواصل أبكي وواصل خليني أكلم أمي إنترنت في الصناعة كان طبعا سيئ للغاية الآن بشرة أصبحت بالنسبة لي مرأة فوق الوصف مرأة عظيمة ما شاء الله عليها الآن هي الداعمة النفسية لي أنا أصبحت الآن الأضيق وهي تصبحت التهدين يعني رجع عايش ردة الفعل عكسية في نفس الوقت بطاعوا لما يتصل بيقول هابوش اتخيل مع أصحابه يمنيين فبيعلقوا على كثير آه الداخلية بتخاف منها دائما ترد عليها أنا شوية كنت حريصة أنه ما فهمش الناس كيف فكنت حريصة أنه أم ما تصل لك يوسى ما تقول ليش بوش ولا تقول عمري حبيبتي أو كده يتأخذ جانب يتكلمني كشخص أنت بس اسمع مني بالعكس أنا مستمتع جدا بالتفاقدها لي بخنقتها لي أصبحت خلاص متعود يعني إذا ما اتصلت عندي أحس إن أنا كده مضطرب طبعا بدأت دراست ماجستير في صنعاء بس أول شهر بدأت الحرب فوقفت كل حاجة هو كان عارف إن أنا الدراسة عندي حاجة رئيسية شي أدرس كنت الشي أدرس فهو لما شابني دائما متضايقة متضايقة يعني حاول يدخلني في موت جديد إنه الشريك ندرس كانت طريقة حكيمة منه ذكية يعني قدري سيطر علي خلاني يتأقلم بطريقة حلوة بدأت دخلني ماجستير ولسه ما عندناش أي دخل قال لي خلينا نسجل طيب أنا ما النوع اللي حب أخطط طيب كيف ندخل ندرس وإحنا ما عندناش أي دخل والدفع بالدولار كان قرار إننا ندرس الإثنين مع بعض فكنا ما عندنا تكاليف الدراسة فكان قال رأي منها إنه إنه أي واحد من الثاني يضحي بالثاني إنه يا تدرسي يا أدرس أنا واحد من الثاني يعني يدرس أنا يا تدرسي عساسي نغطي تكاليف واحد مننا فقلت لا لا مستحيل ندرس الإثنين والله ودخلنا ودفعنا أول قصد مش عارفة كيف دفعنا أول قصد يعني كنا بناخذ في الش كان وخططنا كالتالي لما ناخذ اللي هو المئة الدولار كانت في الشهر كان أول حاجة نخرج حق الإيجار أول شي عشان ما حديش يدلنا بعيشي بعده بنخبي مائتين ثلاثمائة دي حق الدراسة الباقي بنعيش فيها بنعيش فيها بنعيش فيها مش يعني مشيش أقول الحاجة بس كنت أرى مخبية كمان مبلغ من خلف الكواديس جبتها مائة نيمان بس ما كلمتوش عليها بس كنت أخرج من غير ما شرع الحاجات أو بس خلاص كملتها كملتها فبدأنا الدراسة كملت ترمي الأول ما شاء الله كنا خطمة وخطمة ما عمرنا تتراجعنا ولا مرة واستمرينا ما شاء الله هو مش أخذ ماجستير طبعاً هو أخذ ماجستيرين في نفس الوقت أخذ ماجستير في مصر وأخذ ماجستير في سودان في نفس الوقت والآن نحن أناننا في مرحلة الدكتورة هي في مرحلة الدكتورة موسيقى بالنسبة للأهلي الحياة الطبيعية بالنسبة متعودين علي كان الصعوبة لي الأسامة أنه أنا لما تزوج شخص هل سيتقبلني زي ما أنا؟ هل سيتقبل طبخي؟ كسلي؟ بحرق الحاجات كثير؟ هل سيتقبل هذا الشيء؟ بالنسبة للأهلي هم خلاص عارفين كل حاجة أمي طبعاً كانت بتعملي توصية كثيرة أنا كمرأة عاملة أكون شوية عندي العينات شوية ثقة بالنفس زيادة إنه عجبه عجبه مش عجبه بس لما تزوج الزوج طبعاً شيء مختلف الزوج أنه ترتبط عاطفياً معنوياً نفسياً مع شخص يعني ما تقدرش تفصل أو تقول ما ليش داوى أو عجبه ما عجبه صعب جداً بالنسبة للحياة بعد الزواج أصابها طبعاً إنسان أريحي جداً مش متشغط الحمد لله وأتمنى ما يسمعشنا الكلام هذا عشان ما يغيرش رأيه بعض اللقاء إنسان مش متشرط نهائياً متعاون متساهل معي يعني فاهم وضعي داعم لي بالنسبة للوظيفة أنا كنت مجبرة بالوظيفة على أساس نغطي التكاليف في مصر وأنا كنت أتمنى أنه بعد الزواج أنه ما أشتغل لأنه أنا كل حياتي كنت شغل 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 سبب مصاعب الدراسة وتكاليف الدراسة بالدولار اشتغلت في مقال غير مقالي ليو مهنة التدريس اشتغلت أنا في مكاتب محامة لكن العمل من تحت الطاولة مثل ما يقولوا ما أخذش مكانتي أجلس أكتب وأبحث وأعطيها للمحامي أو أشتغل على قضايا اللاقين اليمنيين وأعطيها للمحامي المصري يترافع كون لنا المحامين لا يحق لنا أن نعمل في مصر قانون المحامة ينص على ذلك فاشتغلت في مهنة التدريس الآن أنا مدرس من أورقة المحاكمية السفاح إلى غرف التدريس لكن اعتبرها مهنة قبارة ورسالة بنفس الوقت البيئة حكمت البيئة حكمت الدوام في مصر هنا ما فيش دوام يعني ما يخلصش قبل أربعة أو خمسة من حظي أو من حصنة الحمد لله من حصن حظي أنا أخذت دوام يبدأ من تسعة للساعة الخامسة مساءًا وأخذ في بالك المواصلات أنت عارف القاهرة يسموها يعني مدينة المشوار الواحد تخرج مشوار ترجع كما اليومك فأنا بأخذ ساعة ونوص عشان أوصل لمكان شغلي وعشان أخرج طبعاً شغلي يعتبر شغل مجتمعي يعني بقابل الناس بساعدهم في حلو المشاكل هم بعمل شوية من الدعم النفسي مشيرة طموحة الآن تدعمنا دعم نفسي من خلال الوظيفة القديدة من خلال تأسس مبادرة لمساعدة اللاقيين تقول لي بدل ما تكون عملي بتلفون تمشي مع هذا تروح مع هذا تخدم مع هذا إيش رايك تعمل لك مبادرة تخدم بدأنا في خطواتها الأولية وإن شاء الله سنطلقها في الأيام المقبلة بإذن الله أول حاجة أنا إنسانة شغالة بحب الدراسة فمش مرتبطة بالمطبخ كثير من قبل الزواج فأنا صار كنت صريحة معها قلت له أنا ما بعرفش أطبخ فقلت له أنا عارف البيض قال أنا عارف البطاط المسلوق قلت له خاص متفقين يوم بطاط مسلوق يوم بيض تفقنا على كده بعد قبل الزواج بعد الزواج طبعاً اضطررت أتعلم لكن هو كان بيساعدني كثيراً إحنا تنين فهمتني فأنا لما أدخل المطبخ وبيتونس كمان يجي معايا أنا بعمل الشاي وبيعمل الصحون أنا بغسل الخضرة هو بعمل الصحاوك أنا بأقرب هو بيرفع بعد الأكل يعني كانت أيام حلوة صح صعبة كانت بس كانت لها نكهة مختلفة بشرة صراحة دعمتنا دعم كبير بالنسبة للدراسة والعمل وتهيئة القوم بشرة حنونة طيبة تتعامل مع القضايا الإنسانية بحرقة وبقلب صافي بعفوية أحكي لها عن قضية ألاقيها تدمع على طول من يشتي كله فهاته كله صح؟ الحياة توازن فنلهث بعد كل حاجة كثير أحلامنا واحدة من أحلامنا أن نكون معنا أطفال طور الموضوع بتاع الأطفال كل ما نحاول نجمع مبلغ بنجمع مبلغ بس بتختلف الأولويات في حينه كل ما نوصل عند دكتور بنبدأ أول فحص طبعا أنك تشتغل على أنه يكون معك طفل محتاج عمليات يعني حاجة كثيرة وما في التقرب ورا بعض معي ما ينفع أخذ علاج وأوقف عشان بعد ستة أشهر أخذ علاج تاني مرة عملية متدالية يعني متتابعة فكل ما نجمع كلنا مبلغ على أساس نروح عند دكتور نروح عند دكتور بيقولون مبلغ العملية بتاع الأطفال نبيب مكلفة أول ما نشوف أني مكلفة مش حنقدر عليها على طول نغير الخطة ونستمر في الدراسة نعمل ثاني مرة بنجمع المبلغ بنجي نشوف أنه مبلغ زاد لأنه الأسعار بتزيد المبلغ زاد ومحتاجة أنا يعني تدخل طبي وهو محتاج تدخل طبي فيعتبر أول أحداثنا بس مش وقته وقته مش قادرين نخليه وقته وأسامة أسامة يستاهلي كلها حنون يعني أتمنى يكون في معايا ابن اسمه كنان كنان أسامة إن شاء الله نحب الأطفال كثير أنا وأسامة الأطفال يحبونا كثير يعني لو في طفل عندنا يعني بيكون قريبي منه بيحبه كثير بنتأمله بنتأمل الطفل بنيمه بيني وبن أسامة بنيم الطفل بيني وبنسوء أقول له أسامة خليك صبور تخيل لو كان معايا الطفل أنا وأنت كيف هنعمل يعني كذا بيد الله طبعا دا كله بيد الله بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله عبد الله هذه حكمة من ربنا بالأخير حكمة أقول ربنا حيسعدنا يوم أكيد مش حي يعني حبنا لبعض وصبرنا لبعض وكذا أكيد حي يكلل بطفل بإذن المولاء إن شاء الله تواه بطفل إن شاء الله تواه بإذن المولاء حتى بشرة تفكر كثير في مرات من المرات إنها تتبنى طفل وتتبنى كإبن لها طول العمر وألاقيها حيانا بشرة حنونة حنونة جدا والله الدمعة تخرج من قلبها بصدق وعفوية فالله إن شاء الله حيكرمنا وحيسعدنا يا رب والدعوة منكم بإذن الله طبعا مش سهل مش سهل إنه تجي واحدة مصديقتك تقول لك تقول لي بشرة أنا حامل طبعا صعبة وما سهلة تقول لك أنا أحمل وأنا أتمنى أكون حامل مكانا يعني طبعا أكون سعيدة ليه طبعا أتنبي رزقها سعيدة لأنها منتظرة نفس أو تشي طفل زي ما أنا أشتي أكيد تعاني من هذه المشكلة كثيرا بشرة تقهر قلبي تبكي كثير بهذا الموضوع لكن كله هو ربي عادل وهو آرد كذا إنه بيرزقنا لكن مش آرد في هذا الوقت قلبك مش ضعف رغبة يعني رغبة إنه أتمنى يكون معي الحاجة أتمنى يكون معي طفل أربي حتى كل واحد بتقول لي بشرة لو معاكي ابنك قلت لهم ابني غير بأنه ما عندي بس أقول لهم ابني غير يعني أنا بالنسبة لابني ما يخرج الشوارع ابني نظيف ابني ما يبسش حفاظات بيدخل الحمام في وقته من أول ما يولد يعني بالنسبة لي عندي بالأخير هو لا هي بإرادتي ولا إرادتها إرادة الرحمة الرحمة وإن شاء الله حشعر بنفس شعر صحباتي كل البنات ما هي بعيدة على الله نهائيا وسعيدة لكل البنات لأنه أنا مش عايزهم كمان يشعروا بنفس فهمتني بنقهر أنا وأسامة بنذكر أنا وأسامة وأنا متأكدة أو حاسة بأسامة ببين مئة إنه زعلان بس هو بيحاولي قويني إن شاء الله يا بشراء إن شاء الله وأنا متأكدة أنه هو بيلفت للجهة الثانية وهو نايم وأنا عارفة أنه بيأخد تنهيدها بس معها أو بحسها أنه بيأخد تنهيدها لأنه زي اللي بيقول أنا مش بيدي ومش بيدي أنا عارفة المش بيدي أنا بس خليني أفضفض لك يوسى يعني أنا فضفضلي من؟ أنا من النوع اللي أهلي ما بحبش أدخلهم من حب بشراء في مواضيع أنا أذكرا فيها من حب بشراء أحيانا أشتري لها ملابس الأطفال أو أحصل والله تأخذها وتطرحها في الدولار أخبّيها معي والله تطرحها وتخبّيها في الدولار معاين بلا بس أطفال معاين ألعاب أطفال وش رأتقول لي رجاء نخليها للزمان أنا متأكدة إن الله حيكرمنا حيكرمنا فالحمد لله على كل حال بالأخير طبعا أنا ما حبش أحد يدخل في حياتي أنا وساما ولهذا أنا بكون سطحية كثير مع بحياتي الخاصة مع زوجي بكون سطحية كثير لكن أكثر السؤال اللي بيقول لك استعجلي استعجلي تنتظري ليش لأنهم مش عارفين التفاصيل اللي بنعيش أنا وساما هم مش عارفين إش اللي بنعمل إش اللي بنعاني هم مش عارفين هم حبا فيني وفي أسامة هم حبا فيني عايزين إنه أوكي زي ما جربنا أنت جربة بس مش فاهمين التفاصيل أنا بضطر أنه أضحك معهم ضحكا أنه اي 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 بدأنا أيوة إحنا روحنا أكيد محدش مش مستحيل أصبر عن نفسي إحنا ما روحناش أصلا أو حتى روحنا بس روحنا عند الدكاترة تابعون والله بسبب متابعتنا لهذا الموضوع الناس مش عارفين الخفايا إن إحنا أحيانا نقلل من لقمة العيش عشان نتابع هذا الموضوع والله أحيانا ناكل وقبة في اليوم عشان نوفر مصاريف العلاق وغيره ومصاريف الدراسة لكن الحمد لله على كل حال أنا ما بديش تفاصيل ما يحبش أجيب التفاصيل لأنه كل ما تعطي تفاصيل للناس كل ما بيضغطوا عليك أكثر لو قلت لهم روحنا للدكتور أوكي ها ها اللي بعده كيف ها عملت كيف عملت فحص طب أكيد مشكلة من زوجك طب عملت له فحص طب خلاص جربي ثاني مرة طب لو تعرف قائمة الأطبال اللي عندي قائمة الأطبال اللي عندي مهولة كل واحدة مجربة زملاء زميلات روحين الدكتور الفراني روحين الدكتور الفراني أنا ما برجعش حاضر لأنه لو قلت لا أو قلت كده أنا بفتح لي بوابة أيوة أيوة أنا باتابع الحمد لله أمورنا طيبة وحقا أمورنا طيبة حقا أمورنا طيبة بس ربي ما أراد ربي ما أراد طب أعمل أنابيب هل أصبر؟ أصبر بحيث أنه أخفف ضغوطات المالية وأصبر إلى ربي يرزقني أو أروح مش عارفة كيف ندبر المبلغ وروح أعمل أنابيب وصح أنا حافرح بس عشان سكت الناس أذكر آخر مرة كنا كنا حنعمل العملية ودبرنا نص المبلغ وروحنا وكنا أتذكر هذه اليوم نوياها صيام هي تذكر هذه اللحظة برمضان قلنا عسى ربنا يكرمنا في هذا الشهر الكريم وروحنا وتوجهنا إلى المركز وعملنا الفحوصات ودفعنا نص المبلغ لكن الأسف ألم نكبل بسبب عدم عدم هي عارفة بالتفاصيل عدم تكلفة باقي العلاق بس عمري ما ألم لا نفسي لا ألم أسامة حاجة مش بيدنا يعني أنا الرزق المالي ممكن أطلعه علاقتي بالناس ممكن أبنيها أدمرها ده شهر سهل سهل مقدور عليه بس حاجة بيد الله وليه حكمة ربنا لو حكمة في الحاجة ومش حكمة أنه يحرمنا حكمة أنه يرزقنا بس بيمتحن صبرنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة